أدانت صباحة اليوم محكمة البوليدة الابتدائية المدير العام السابق للأمن الوطني عبدالغاني هامل والرئيس السابق لأمن الجزائر العاصمة براشد نوردين بأربع سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما مع تغريمهما بمئتي ألف دينار جزائري وإلزامهم بدفع مئة ألف دينار تعويضا كضرر للوكيل القضائي والتمست النياب أمس الخميس 12 سنة ضد المدير السابق للأمن الوطني و10 سنوات ضد رئيس أمن العاصمة في محكمة انطلقت أمس بعد خمس تأجيلات واستمرت إلى مساء أمس وتم متابعتهم بتهمة إساءة استغلال الوظيفة المنصوص عليها في المادة 33 من قانون العقوبات